الإمام علي يقلب رجلا كلبا الرجال احتكم عنده هو واحد ثاني فالإمام حكم على هذا طبعا دعم القضاة الشكل فذاك الحكم يعني صار حكم عليه فتوجه فحكم عليه فقال خارجي والله ما حكمت بالسوية ولا عدلت في القضية وما قضيتك عند الله بمرضية غضب قال انت ما حكمت بالعدل فقال له أمير المؤمنين وأومى إليه اخسأ عدو الله فاستحال كلبا أسود سرعا قلب أسود هذا فقال من حضره فوالله لقد رأينا ثيابه تطاير عنه في الهواء ثيابه قام تطير منصر كلب بعد مونسا وجعل يبصبص لأمير المؤمنين ودمعت عيناه في وجهه ورأينا أمير المؤمنين وقد رقى فلحظ السماء وحرك شفيت إهي بكلام فوالله لقد رأيناه وقد عاد إلى حال الإنسانية وتراجعت ثيابه من الهواء رجعت مرة ثانية صفحة ستة واربعين نروي هاي القصة زي موني شافهم موني سجلهم منين أي راوي هاي روايات الغلاة والخرافيين الذين كانوا يأسطرون حياة الإمام علي ويجعلوا مننا أسطورة أضحوك يعني أي واحد يسمع الكلام هذا يقول يمضحك علينا وبعد وبعد عنده حول النهر نهر الفرات فديوم الأيام فاض يروي عن الأصبغ بالنباتة وهذا مخرف شوية كان يقول جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال قد زاد الفرات وساعة نغرق رح نغرق يعني فقال الإمام علي لن تغرقوا ثم دعا ببغلة رسول الله فراكبها وأخذ قضيبا عودة يعني ثم سار حتى انتهى إلى شاطئ الفرات فنزل فضرب الفرات ضربة فينقص خمسة أذرع في المرة ما ينزل كل النهر نزل ضربة واحدة بالعصاية النهر الفراتي كان فايض ودي غرق الكوفة نزل صار بس خمس أذرع نزل وقال بعضهم عشرة أشبار منهم ذو المعظم من ندري فقال الأصبغ سمعت عليني وما إذن يقول لو ضربت الفرات ضربة ومشيت ما بقى فيه قطرة لو ضربت ضربة ثانية كان كله نشف الفرات يعني شوف شلون أساطير يعني الآن طبعا ما حد مي أقبل الكلام هذا بش الشريف ترجمة نانسي قنقر